14 سنة بالتمام والكمال على رحيل واحد من ألمع النجوم اسم حفر نفسه بحروف من نور في تاريخ الكيان محمد عبد الوهاب اللي رحل عن عالمنا في 2006 تحديداً 31 أغسطس لا تبكي نفسي على شيء قد ذهبه ونفسي التي تملك كل شيء ذاهبته الحقيقة دي كلمات اللي ودع بيها محمد عبد الوهاب أصحابه وزميله في غرفة الملابس قبل وفاته بأيام كلمة كتبها بخط إيده حطها على اللوكر أو على دولابه في غرفة الملابس وما كانش يعرف أنه بعد أيام بسيطة جداً هيرحل عن دنيان زي ما قلت الحراراتكم بكرة إن شاء الله يكون فات 14 سنة ورغم ذلك يحتل محمد عبد الوهاب مكانة خاصة جداً نجم مصر ونجم النادي الأهلي في قلوب جماهير الكرة إيه حالة الحب وحالة الوفاء الكبيرة جداً على الرغم أنه مشواره مكانش كبير لكن الحقيقة كان بيتمتع بأنا مش هتكلم على مستوى في الملعب لأنه أنا بتهالي عبد الوهاب ربنا يرحمه كان واحد من أفضل اللعيبة اللي جات فيه ناحية الشمال في تاريخ مصر كلها مش بس في تاريخ النادي الأهلي وعلى الرغم أنه يعني رحل وهو عنده 23 سنة إلا أنه خد لحظات توهج ونجمية ما خدوهاش ناس كتيرة جداً قاعدوا في مكانه فترات أطول بكتير لكن خلوني أقول لحضرتكم أنه رغم مرور 14 سنة ما زال الجمهور بيحترم ذكر عبد الوهاب وبيفتكر محمد عبد الوهاب كواحد من أهم النجوم اللي جات فيه مشوار النادي الأهلي